يا صباح الفل يا صباح الجمال على حبيبي الحلوين احلى جمعة واحلى روتين يا رب كده يجعلها جمعة سعيدة علينا وعليكم النهاردة معنا روتين يوم الجمعة بقى روتين حلوة جدا اكل جميل جدا بس الاول كده ايه ضربنا كيك عالصبح كيك بتشوكلت وشاي بلبن وقمت على طول شربت القهوة بتاعتي يعني مستحيل اعمل حاجة من غير القهوة وعلى طول كده ايه انا كنت نقع الكوارع ديت في مياه وملح وخل ونضفتها كويس جدا مسكتها بالسكينة على التحك فيها ونضف فيها بقت زي الفل وعلى طول كده على الحل على النار هحطها كده طبعا الكلام ده من بدر جدا يوم الجمعة بقى والعيلة متجمعوا اولادي جايين فقلت بقى احطها على النار كده وهدي عليها النار جدا علشان لما بتستوي في نار هدية بتبقى روعة يلا بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد وبطلب منكم فضلا ليس امرا ادعموني باللايك والاشتراك ويلا بينا نقول ايه اللي انا حطيته ده انا حطيت معلقة سكر طبعا الكوارع اللحمة دي انا هركنها شوية الكوارع بس تاخد ايه يعني نص ساعة كده على النار ولا حاجة عشان طبعا بتاخد سوى عن ايه عن اللحمة حطيت معلقة سكر وشاقت بصلية كده اربعة اربع وسبتها سليمة كده وحطتها في الحلة وهحط بقى فلفل اسود وده بهرات لحمة وده فلفل اسود خلص كده انا هغطي عليها وهسيبها بقى ايه مجرد ما تغلي ههدي النار جدا علشان تاخد بقى ايه تنمل تندجا زبيل الكوارع بالذات يعني خدوها نصيحة مني سووها في نار هدية جدا براحتكو بقى انا لو مش خصحة بدري كنت حطيتها من بالليل على النار وسبتها حديت عليها النار جدا وسبتها ايه تستوي براحتها بس انا صح يا بدري وانحنا بنتغدى على امتى على الساعة خمسة ولا اربعة ولا ستة حسب ما نتجمع يعني فانا معايا الوقت ايه طويل جدا خلاص انا كمان حطيت نص معلقة بلاحة الطيب وحبهان مطحون وخلاص كده انا مش محتاجة منها اي حاجة هسيبها بقى الحد ما تستوي وتعالوا يلا بينا نشوف هنكمل الحاجات الجميلة دي ازاي بس قبل بقى ايه طبعا بعد نص ساعة كده انا خلاص بسقت اللحمة طبعا غستها ومنظفوها انا عايزة الشربة دي تكون شربة حلوة ومغزية وكلها ايه اه يعني انتوا طبعا عارفين الكوارع بتعمل شربة كلها كده ايه يعني كلها كده فوائد للعضم العضم بيوقع زي كده يشرب شربة كوارع وكمان فيها لحمة فيها حاجات كتير فوائد كتير يعني ان شاء الله بس قطعت كده نص القرن الحامي ده مكملتوش عشان لا تبقى حرقة قوي هم عندي في البيت يعني يدوبك كده بياخدوا الحاجة شطشطة خفيفة كده ما بيدوسوش في الحرق عكسي انا تماما انا طبعا عاملة ليه طبق فلفل جنب الاكل ده النهارده هحط بقى فلفل اسود مع التوم مع البصل مع مكعبية مرأة اه مع الملح مع شوية سكر كده وهفرقه كله في بعضه كده عايزة البصل مع التوم مع الفلفل مع المكعبية مع كل حاجة كده ايه تتبل في بعضها اه يعني اخليه كله كده العسرة بتاعته تنزل وحطيت عليه مثلا مج طماطم كده وحطيته على النار ايه تسبك شوية انا عندي الكوارع بتاعتي استوت لدرجة ما خدتش سوى خالص يعني قعدت لها ساعتين على النار ساعتين ويه انا ما حستش بالوقت بصراحة ما حسبتوش بالزبط لان بقى احنا عادين مع بعض وكده والوقت بدري جدا فاستوت براحيتها دهنة مش عايزها خالص في الاكل الكوارع استوت حلو جدا بقت طرية في ايدي ده هي كمان بردت لكن وهي سخنة كانت فكة خالص من العد هشيل بقى ايه الحتات دي كده يعني انا عايزة طبق مثلا وهقطعه طرق يعني قطع خلية تماما من العد دي حتة عدمة بس دول هعملهم بقى هوريكو هعملهم ازاي الاول كده ايه انا حطيت معلقة سمنة ومعلقة توم كبيرة معلقتين معلقة ونص يعني حسب ما تحبي بس انا بحب التوم كتير عشان التقالية تبقى فيها طعم ايه التوم يبقى نفاس فيا كنان انا عشقات التوم بصراحة وهي بتتقلب كده على النار انا خلاص الحاجات اللي انا عملتها قدامكو ده ومج التماطم كله تسبك في بعضه طبعا حيقتها وزبطتها ولقيتها خلاص مش محتاجة حاجة بنزل بقى بالقطع الكوارع الصغيرة دي اللي هي مخلية من العد ده صنف حلو كده اللي ما بيحبش المسلوق دي بتبقى حلو قوي ممكن طبق رز كده ناكلها بيها او مع الفتة او بالعيش كله تمام يعني تبقى ظريفة جدا بس هديها تقليبة في الصلصة الحلوة دي اللي متحيقة قوي مزبوطة دي وهدخلها تحت الشواية بس انا عايزة وش مش اكتر وفي نفس الوقت بقى التوم بيتحمر في السمنة وعلى طول جبت الحلة وحطت فيها سمنة علشان الرز يعني معايا كل حاجة عن نار كده في وقت واحد ربنا كرمنا كده وفيه بوتجاس في كذا عين فنشغل كله مع بعضه علشان ما نرهقش جامد لما كل حاجة نعملها الواحدية كده نفس الوقفة كل حاجة متزبطة والرزة عن نار الصلصة عن نار الكوارع عن نار وننجس حالنا كده ده الرزي كده طبعا انا نقعاء الرزي لما يتنقع بيدي نتيجة روعة ما بيبصي خالص بيبقى باقي في السوا سهل جدا وبيبقى مفلفل كده والحبية متمسكة كده مش مهري انا على طول التومت ده اللون الدهب ده وحطيت عليه خل نقول مسلا نصف مج خل ومكعبية الطماطم ما لقيت بقى فلفل اسود وما لقيت سكر عليها كده على طول وخلاص مش هحتاج منها حاجة اغطي عليها وهسيبها ايه تتسبك كده مع نفسها دي الفلفل الاسود اللي هو عليه كل البهارات ما لقيت سكر بقى عشان تزبط الطعم معايا كده هوا بتعادل الحمودة طبعا ولازم الطماطم تبقى فيها سكرة كده اي حاجة بسلسة انا كل حاجة بادخل فيها السكر بيدي طعم حلو جدا خلاص انا كده غطيتها والكوارع اللي بالسلسة دخلت تحت الشواء والرز بقى ايه هشوحه كويس جدا في السمنة بما اني بعمل رز للفتة فلازم اديله شربة مستحيل اديله مية انا عندي الشربة متسبطة ومتحيقة وطعمها فضيعة طعمها حلو جدا هحط على طول الشربة كده شايفينها حلو ازاي نزلها على الرز هدت بقى ايه اول ما الرز بتده يغلي هدت عليه وما قلبتوش غير بعد فترة وكمان العيش بقى انا شوحته كده وحمصته اديته تحميصة حلوة قوي قوي في السمنة حطته في طبق التقديم بتديله شربة كده سخنة وكمان هديله ايه شوية صلصة يلا يا فتة حلو يلا يا جميلة يلا يا تعمة هديلها صلصة خفيفة كده اللي عايز يزود يزود صلصة طعمها حلو الفتة متشوحة كويس في السمنة الرز طعمه حلو شرب شربة الشربة نفسها جميلة آآ شوية فتة يعني فزيعة شفتو طعمها ايه خيال هديها بقى كمان ايه شوية رز حلوين مثلا طبق رز ريحة طلعة تجوع شوية رز بقى عايز اوريكو الرز مفلفل ازاي بصراحة الرز بيتبدر كده بصو بفلفل جدا وطعمه حلو جدا انا عاملة لحمة مع الكوارع لان مش كل ولادي بيأكلوا الكوارع ولو دقوها كده يعني ما يدسوش فيها جامد بس عندي مش كلنا طبعا احنا تقريبا نصنا بيعشقها ونصنا ايه يعني دوقوه للفايدة اقول لهم بس كله دي مغزية جدا دي حلوة للعض دي مفيدة دي مش عارفة ايه فما يزعلونش بقى ويأكلوا ايه حتى كده يعني آآ فطبعا عاملالهم لحمة واحنا كمان هنكون لحمة مع الكوارع بص الله الله واو زريفة شايفين الرز اسمعوا بس مني ونقعوا الرز قبل ما تعملوه ساعة ولا ساعتين مش اقل من ساعة بس عايزين تنقعوا كتير براحتكم بيبقى حلو جدا وتدولوا الاعدة بتاعه وتسبوعا النار مسلا تلت ساعة ولا تلت ساعة خمسة وعشرون دقيقة بعد كده نبتدي نقلبه بيبقى خطير بقى خطير بجد انا كده بقى دي طب بعد ما قلبت الفتة بشوية رز كده ايه يعني طبق رز هعمل بقى طبقة كده رز عايز اقول لكم واحنا بنعمل الاكل لاولادنا كده قد ايه بنكون مبسوطين وقد ايه بنكون ساعة يا رب يحفظ لنا اولادنا جميعا يا رب يا رب قلو امين ربنا يحفظ لنا كل الناس يحفظ لها كل اولادها ويخليهم لنا كده ويفضلوا سند سند لينا ويفضلوا يعني داخلين طالعين علينا ويرزقنا برهم وما ننحرمش منهم ابدا يا رب ويخليلي اولادي وما نحرمش منهم بجد لمتهم ودخلتهم علي كده بالدنيا كل ام بتعمل الاكل اولادها كده بتعملوا بقلبها قبل اديها قدي ايه بتعملوا بحب كده واهتمام ونظافة بتبقى مبسوطة بقى الحبيبها كده ياكلوا منه انا كده ايه بزوق الفت عايز اقول لكم مزاجي عينب بصروح انا حب الاكلة الحلوة احب حبشها جدا ازبطها جدا اعملها نظيفة جدا كل حاجة كده تبقى معمولة ايه بمزاج شفتوا بقى واحدة طفصة انتوا عارفين اللي بيحصل دلوقتي هم واقفين بيقولتلهم لقطة لقطة عمالين يقولي كل ده لقطة ويشاورولي كده امي وانا عملا غيص فيهم واكل بجد والله العظيم الفت تحفة وخدت اطمد كوارع كده معها عايز اقول لكم خطيرة قمت بقى ايه عدت غيص فيهم ويقولولي لا امي امي هيتجننوا طبعا قلت اقوم بقى وخلاص بهم برضو اولادي يعني وبزوق بقى ايه الفت تك ده بقى كم قطعة لحمة وصل الكوارع اللي في الصلصة اهيه الحمد لله اكلنا والاكل كان خطير بجد كان ناقسكو بجد بجد كان ناقسكو اكل هيلة بجد الاكل كان طعم قوي 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 وكان لذيذ جدا جدا والقاعدة كانت جميلة جدا قاعدين طول ما احنا بنكل كده عمالين بقى نهزر وننتش من بعض وكده فطبعا الاكلة الجامدة دي لازم نقفل اي حاجة سقعة ونشرب بقى لان صلصة ودقة وفتة وكوارع فلازم ناخد حاجة ترطب كده على قلبنا بس بصب بقى الحاجة السقعة على الاولاد يا حبيب قلبي عندي اتنين في العيلة تفصين لازم ياخدوا المجين الكبار بس كده نشرب بقى الحاجة السقعة ونرجع نكمل تاني خلاص الحمد لله شربنا بقى الميراندا ورطبنا على قلبنا كده وقفة بقى انا قلت ايه احط المواعين في الحط بس بعد ما نشرب الحاجة السقعة الحمد لله قلت بقى ادخل المطبخ اكمل اللي انا بعمله وحبيب قلبي يبقى معي كده وانا بعمل عاملين ايه يا حبيبي في الشتاء على طول كده ايه البتجاز البتجاز ده صديق المرأة صديقها بجد يعني طول الوقت آآ واقفين مع بتجازنا يعني طول ما احنا في المطبخ واقفين بقى مع البتجاز بصراحة صديق صديق يعني بنضيع وقت طويل جدا واحنا واقفين معاه اصبنوا بقى كده ادد له تصبنة اخلي فلة حبيبي آآ صاحبي بقى فعايزة يفضل نضيف وفلة كده عايزة اقول لكم بقى بمناسبة الشتاء كده انا عاملة وصفة كريم بالشام عوزة الزيتون والجليسرين خاطير بجد تحفة جدا جدا في الشتاء والله العظيم جربوه يا جماعة الكريمات كلها بقت وحشة جدا ما بقتش تعمل اي حاجة الوصفة دي هحطها لكم في صندوق الوصفة وشاشة النهاية فظيعة بجد حلوة جدا ومش مكلفة خالص شوفوا الطريقة هتعجبكم جدا وجربوها وقولولي في التعليقات بجد هيلة الله العظيم عشان اي حاجة بس لانها فعلا وصفة تستاهل شفتوا بقى المطبخ عامل ازاي رجع فلة تاني ولا كأن كان فيه جرائم ولا كأن كان فيه اي حاجة بقى زي الفل يارب الفيديو يعجبكم كنت معكم ميرفاة من يوميات ليدي لايك بقى واشتراك سلام